ترأس سعارة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وتنمية الاجتماعية رئيس مجلس السلامة وصحة المهنية الاجتماع الدوري للمجلس بحضور أعضاء المجلس من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات التنفيذية بالمملكة وخلال الاجتماع تم استعراض خطة العمل القادمة للمجلس والتي تتضمن إطلاق حملة للتفتيش تستهدف مكافحة العدوى لأكثر من أربعمائة منشأة خلال الشهر الجاري لتحقق من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها إلى جانب وضع خطة عمل محورية تتعلق بإعداد قرار وزهري للحد من المخاطر البيولوجية لتكون أداة تشريعية تهدف إلى حماية العاملين في مختلف الظروف كما عمد المجلس إلى بحث سبل تطوير قرار خاص يعنى بحماية العمال من المواطنين والوافدين من مخاطر أعمال الرفع وترخيص الفاحصين والجهات الفاحصة لتلك المعدات بالإضافة للترخيص الخاص بفحص أوعية الضغط والبخار فضلا عن مناقشة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا في مختلف مواقع العمل الإنتاجية أهم الموضوعات اليوم التي تشغل رأيي الجميع هو كيفية ضمان التوعية الكافية لمواقع العمل المختلفة في مملكة البحرين عندنا خطة لأربعمائة زيارة تفتيشية لضمان أسابلي بالوقاية التطهير التعقيم كيفية اكتشاف لا قدر الله أي حالات يعني وكيفية التعامل معها وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص عندنا أيضا نشكر بها الخصوص أصحاب العمل وأصحاب الشركات اللي وجدنا استعداداتهم بما قاموا به من إجراءات يعني فعالة في تطهير أماكن العمل وفي تعقيم أماكن العمل وتعقيم الإجهزة وتعقيم اتخاذ إجراءات فاعلة للوقاية من هذا الفيروس ناحية ثانية عندنا جهد آخر مصاحب لتطوير التشريعات تطوير القرارات الوزارية تطوير الصحة والسلام المهنية بشكل نعام بحيث أن دائما نسد أي فجوة موجودة في التنظيم في التشريع تكفل الفحوصات الدورية تكفل عدم موجود أي تأثيرات صحية على بيئة العمل أو الأفراد نرى أن كبرى الشركات اليوم في مملكة البحرين تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة نحن نطمح بأن تحدو الشركات المتوسطة والصغيرة نفس هذا المنهج لماذا؟ لأنه قطاع أو عدد كبير جدا من العمالة إن سواء كانت العمالة الوطنية أو العمالة الوافدة ممن يمتهنون المهن الخطرة في القطاع الخاص واجبنا نحن أن نطبق أعلى معايير الصحة والسلامة حتى نضمن صحتهم وسلامتهم هذا الشأن والشأن الآخر دائما عودنا القطاع الخاص في مملكة البحرين بأن يبادر للسمعة الدولية نحن في البحرين نسخر بوجود أسماء وعلامات تجارية كبيرة تفاخر وتضاهي مثيلاتها إن كان على المستوى الإقليمي وإن كان على المستوى الدولي بسمعاتها التجارية وسمعاتها في رصد وإعطاء العمال لديهم كامل حقوقهم فيما يخص الصحة والسلامة المهنية